زياد حبيب عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن مسلسل سلط راحة مفاجآت قوية جدا في احداث الحلقة الخمسة زياد قاعد مع اخته بيقول ان الرجل السواق طلب فلوس وده لان جوزك اللي كان غلطان وكان سكران على فكرة والله اعلم كان فين شكتها جدا في جوزها ما كانتش مصدقة اللي بيقوله زياد وخاصة اللي مقال لها انه هو سبب في الحدثة زياد اصلا بيعمل كل ده لانه بيكره حسام جدا حسام كان موجود في نفس الوقت عند صديقته جهان يعني بيفكر فيها وبيعتزلها كتير على الاسروب الوحش اللي كلمها بي قارت له جاي بعد ادقل وتعتزر بعد اللي عملت فيها عايز مني ايه طيب قاعد ان هو جاي عشان خاطر انه هو لس بيفكر فيها وما كان شوفها يرجع لها لانها كانت متجوزة قارت له اندوقتي مش متجوزة وممكن نكون مع بعض انا ماينفعش ماينفعش اني اقزي ليلة انا بحبها لسا ليلة كانت مصدقة من كلام زياد وازاي يعني جوزها كان سكران وقال لها كمان شوفي كان اصلا صهران فين انا اعتقد ان هو كان صهران عند وحده طبعا شكت جدا في جوزها حسام كان قاعد بيتكلم مع جيهان في موضوع تاني كان بيفتحها في موضوع استجار الرحم وان هو عايزها مخصوصة علشان تعمل الموضوع ده معاه يعني تكون هي الرحم اللي هيحطه فيه البويضات وعلشان خاطر تخلف طفلهم طفل وهو بليلة قالت له طبعا نتجوز اسهل واجب لك الطفل اللي انت عايزه قال لها ما قدرش اجرح ليلة مرتين كفاية اللي حصل وانا السبب في كل اللي حصل ده ما ينفعش ان انا اجرحها وطبعا ساعتها قالت له انت مش بتحب غير نفسك لا بتحبيني ولا بتحب ليلة مش حعمل معاك الموضوع ده بيجي بعد جدا اتصال من ليلة لحسام وزياد بيقول لها شوفيه فين قالت له افتح الكاميرا قال لها ان هو موجود في المستشفى وما رضيش ابدا يفتح الكاميرا قال لها انت متغير في حد عندك جت بعد كده ام حسام مسلمت عليهم وسامع طبعا ان الزياد موجود هناك هو وزوجته فعرف ان الزياد هو اللي عملته فرعى على طول عشان اتكلم مع ليلة وليلة بتقول له انت ليه عملت فيها كده انت عملت ايه بالضبط يوم الحدسة وكنت فين قال لها ان هو فعلا كان متضايق ورعى على المستشفى لكن مكنتش عايز يشتغل علشان كده قال لهم يا ريت تشوفه واحد غيري وبالفعل شوفوا واحد غيره في اخر فرصة فاضطر ان هو يروح في اي مكان لانه كان مخرق وكان وحصلت بينهم مشكل رح مكان وشرب كاس واحد بس علشان كده كان ذكران وبيعتزلها عن كل حاجة وقال لها انا اسف جدا انا فعلا ما كانش قصدي بتتفاجئ بعد كده حنان بوجود فرق بيقول لها ان هو اخيرا وصل لها كانت خايفة منه جدا قال لها فين ابني قارت له سقطت ابعد عني اقول ما سمع ان هي سقطت ابنه مسكها ضربها علت صوتها وصرخت لمت كل الناس مفهد جالسة لكت بينهم وكمان جي شاكر وتخانق مع فرج وقال له بتعمل ايه هنا عايز ايه وبتتشطر ليه على الستات وتخانق معه كانت خانقة كبيرة جدا وساعتها رده وقال ان هو جزهة بوس حنان يعني حنان قال لها انا خلعتك ما فيش اي حاجة بنا انا خلعتك غالص ابعد عني وانا كمان ما عادش بنا اي حد يجمعنا الطفل اللي كان في بطني انا نزلته الموضوع خلص على كده وحنان ونورة طلع الفوق ومارفت حول التهدي الموضوع لكنها كانت خايفة ومرغوبة بعد كده منشوفها وسام قاعد مع واحدة كانت جايبها لها سهام البنت دي اسمها ايمان وعايزها تعمل العملية تستجر الرحم دي وبتسأل اذا كان حرام ولا لأ وقال لها الحرام دلوقتي حيتحلل بعدين والناس كلها هتعملوه قال لها كمان ان هي المفروض هتاخد مملغ كبير وقالت ان هي هتاخد المملغ ده عشان خاطر تعمل عملية لابنها اللي مش بيسمع وكانت فرحانة جدا وكمان حسام كان مبسوط وقال لخالد وخلي الطلب بعض الاشعاعات وبالفعل راحوا عشان خاطر يعملوا الاشعاعات دي والتحليل الخاصة عشان يعرفوا اذا كانت فعلا مناسبة للمعملية دي ولا لأ مرفت بتحاول تهدي نورة وكمان حنان وقالت كويس انك انت خلعتي اصلا دمين طاقش ولا يتعاشر واهدي ان شاء الله خير وما تلاقيش بيروح بعد كده شاكله بتكلم افرق وبيقوله قاعد هنا ليه قال له ابعد عني دلوقتي قال له انا حنان ما تخصنيش ان تخصني نورة قال له طيب مستعادي تساعدني قال له ايوه انا حساعدك في الموضوع ده شوف انت عايز ايه لان اصلا مبقوق من حنان وعايز انتقل منها منلاقي بعد كده شاكل بيبعت رسالة صوتية لنورة وبيقولها اللي بينها مخلص لازم نتقابل ونتكلم بعد كده منلاقي ان حنان كانت موجودة في البلكونة وبتشوف فرق وبتجري تقول لنورة ان فرق تحت لكن لما بصت لقيت واحد تاني قالت لها ما تلاقيش مش هو وكد شاكل مش هيسيبه اصلا يئزينا وكانت حنان انا جدا ومش عايزة تنزل كمان الشغل نشوف بعد كده زياد بيتكلم مع امراته نريمان وكانت مدايقة جدا منه ومتصرفات وقالت له انت عملته غلط قال انه هو لازم يعمل كده عشان خاطر يبين حقيقة حسام لليلة ليلة مخضوعة جدا في حسام وكان لازم انه هو يقول لها ويعرفها كل حاجة واكيد بيعرف حد عليها وما كانتش هيفتح الكاميرا على فكرة وانا عارفها متأكد منافت بتعدي على البنات علشان تاخدهم كالعادة لكن حانا قالت انها مش هتنزل انها خايفة جدا وكانت افعلها نفسها الباب قالت لها هخصيم لك على فكرة نص يوم بس برضو المفروض تعيش حياتك عادي هانا بتفكر في الموضوع بتاع الدكتور ده اللي تابع سهم اللي هو دكتور حسام فاتكلمتها وقارت لها للأسف احنا جبنا واحدة تانية خلاص اصلا سام ويمان كان موجودين عشان خاطر يعملوا التحليل انها ايمان كانت موجودة في الجدر بتاعها وبتتكلم مع بنتها وكانت بتعمل فيديو وبيجي بعد كده واحد ومن الواضح ان هو يعرفها من زمان ايام الجامعة اسمه يوسف قال لها بأكلمك وببعتلك رسالة مش بتردي اتصدى متأول ما شافته وقال لها انها ممكن اشتري منك قالت وحانا تعمل له خصم يعني قال خلاص اجي مرة تانية من الواضح ان اجبنا مع علاقة قديمة قالت له ان هي مش هيفقى تتكلم معا بينما بعد كده منشوف ان دكتور حسام ودكتور خليط بيشوفوا الاشعاء والتحليل لكن للأسف بيشوفوا ان في ورم ليفي في الرحم بتاع الستة اللي اسمها ايمان يعني ما ينفعش تعمل اصلا موضوع استجر الرحم لان نسبة الاجهات الكبيرة واصلا ممكن ما يحصلش حمل فرفضوا الموضوع الستة فضلت تبكي وتقول ان هي عم يحتاجي فروس ضروري طب خدوا كل يتي طب خدوا اي حاجة انا عايزة عمل العملية لابني انا فرحت قلت له ان انا عمل العملية عشق قطر يسمعني ولازم يسمعني رد قال لها انا هعملك العملية على حساب الدولة واحنا ده كترة حنتصرف ما تلاقيش من حاجة والعملية كمان بتاعة الورم ده دكتور خليط هيعملها هيعملها لك فما تلاقيش من حاجة ريسو طب المقابل قال لها مفيش مقابل كانت فرحانة جدا نورة بتروح عشان تخاطر تقابل فرج وبيشربها عصير وكمان بيجيب لها السندة وتشاد بيعرف منها ان حنان دلوقتي موجودة في البيت لوحدها وقفل عن نفسها ومرعوبة اول معارف ده راح وتكلم مع فرج وقال له نجيب لك خبر ببليون جنيه حنان الخايفة مرعوبة وقعدة في البيت وقفل عن نفسها يعني دي فرصتك روح بقى شده على هناك لان هي هناك لوحدها وانا صاحبتها معايا قال له تمام وكان فرحان جدا وراح لحنان يا طرق اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن يعملوا فيها وكده كنتكلمين عن ملخص أحداث الحلقة الخامسة من المساعدة سلسلة راحيم أتمنى الفيديو كنا لإعجابكم تشتركوا في القناة استنوا كل جديد أشوفكم على خير